نسجل مطالبنا في الحراك البرلماني ثم تموجة معارضة برزت بتأييد نواب مستقلين إلى جانب كتلة الجيل الجديد ونواب كتلة امتداد للوقوف بوجه مسودة قانون حرية التعبير وحق التظاهر مشروع القانون الذي وضع على طاولة البرلمان في 2006 كان مثار جدل ورفض قاطع على لسان نواب معارضين له ولنحو 17 مادة فيه لما يتناقض في عنوانه من حيث المبدأ إذ وصفوا مسألة وضع قانون لحرية التعبير أنه أمر غير منطقي يتناقض مع حق التظاهر المعارضون للمسودة القانون أكدوا أن هناك اختلافا واضحا بين التظاهر وممارسة حرية التعبير سيما مع وجود فقرات في مسودة القانون فاضفاضة تتيح التأويل في تفسيرات وقوع مخالفات للمعبرين عن رأيهم حملة جمع التواقيع يرادفها في الساحة العنكبوتية رفض آلاف النشاطة لمسودة القانون بعد أن كشف عديد منهم ضلوع أحزاب وميليشيات متنفذة في تضييق الحريات وتأويل أي فعل مخالف لتوجهات حزب أو شخصية ما بحسب مصالح ومكاسب سياسية أو اقتصادية أما التناقض الأشد الذي كشف عنه ناشطون هو ما يتعارض به القانون في مسودته مع المادة الثامنة والثلاثين دستوريا والتي تنص على أن الدولة تكفل حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل والحق في حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وذكرت المادة الدستورية أن التظاهر هو الذي ينظم بقانون ما يعني أن سبب رفض نواب لمسودة القانون يعود إلى الدمج بين حرية التعبير وحق التظاهر ما صنع اختلافا واضحا مع النص الدستوري ورغم وجود الأراء المؤيد لضبط حرية التعبير بقانون بحجة يرى مؤيد المسودة على أنه ينظم مبادئ التعبير عن الرأي بما لا يمس الأداب العامة فيما يرى آخرون أن كلمة الأداب فضفاضة قد تتيح الدخول في باب تكميم الأفواه تتذرع بها جهات سياسية قضية تعتبر بمثابة اختبار حقيقي أمام حكومة السودان فيما يتعلق بالانتصار للحق في حرية التعبير مع ضمان تطبيق قوانين عادلة تحفظ حقوق الإنسان في البلاد